وصفتنا النهاردة هي الفراخ مع البطاطس بالطريقة الهندية الجميلة طبعا كلنا عارفين ان الاكل الهندي بيتميز انه حامي لانهم بيستخدموا كتير من الشطة في اكلهم بس الوصفة دي من الوصفات القليلة جدا اللي المطبخ الهندي ما بيستخدمش فيها الشطة وصفة جميلة جدا تنفع كفتار في رمضان او غدا في الايام العادية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة وكمان تعملوا لايك للفيديو الفراخ اللي هنستخدمها اي شكل من الفراخ ممكن وراك زي دي وممكن دبابيس بس وممكن كمان اجنحة وممكن كمان فرخة كاملة وكمان حجم الفراخ حسب الرغبة يعني مش لازم الفراخ تكون حجمها صغير او متقطعة قطع صغيرة او قطع كبيرة اهم حاجة وقت السواب تحي يكون مناسب لحجمها بعد كده هنضيف على الفراخ معلقة صغيرة من الملح وكمان نص معلقة صغيرة من الكوركم وهنضيف كمان معلقة كبيرة من البابريكا وهنضيف كمان نص معلقة صغيرة من الجنزبيل وممكن نستخدم الجنزبيل الطازة بس انا استخدمت البودر وكمان معلقة صغيرة من التوم المفروم او 3 فصوص التوم مفرومين ونقلب المكونات دي مع الفراخ كويس جدا ويفضل اننا نقلبها بأيدينا عشان تتقلب كويس جدا وكل قطع الفراخ تتغلب بالتوابل دي كويس بعد كده هنغطي الفراخ ونحطها في التلاجة لمدة نص ساعة بعد كده في حلة على النار والنار تكون متوسطة هنحط في الحلة حوالي ربع كباية من زيت الطعام العادي بعد كده ننزل فيه بطاطس البطاطس دي مقطعة قطع كبيرة يعني البطاطسايا لو متوسطة بنقطعها 4 قطع فقط وكمية البطاطس حوالي ربعموية جرام او نص كيلو بطاطس ونقلب البطاطس لحد ما تتشوح ويكون لونها دهبي فاتح بعد ما البطاطس تتحمل شوية ويكون يدوبها لونها دهبي بنشيلها من الزيت بعد كده في نفس الحلة بنحط مكان البطاطس ورقتين لورة وعود من القرفة الخشب وكمان فصين حبهان وكمان قرنفل حبتين قرنفل ولو ما عندكوش قرنفل صحيح حطوا قرنفل مطحون بعد كده بنضيف عليهم حوالي 300 جرام من البصل المبشور او المقطع مقعبات صغيرة حوالي حبتين من البصل وكمان خمس فصوص توم مفرومين ونشوح البصل مع الحاجات دي لحد ما البصل يكون لونه دهبي فاتح واول ما البصل يوصل للون الدهبي الفاتح جدا ده بنضيف عليه معلقة كبيرة من البابريكا وكمان نص معلقة صغيرة من الكركم ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل وكمان نص معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الكثبرة النشفة ونشوح التوابل مع البصل لحد ما راحتها تطلع ونشمها يعني حوالي دقيقة واحدة فقط أو نص دقيقة بعد كده نضيف عليها حوالي خمس طماطميات مبشورين وكمان نضيف عليها شوية مية صغيرة وممكن نخلط الطماطم في الخلاط ونضيف عليهم نص كباية مية ونقلب الطماطم مع البصل ونسيبها تغلي وأول ما تبتدي في الغليان بنضيف عليها الفراخ اللي تبّلناها بعد كده بنقلب الفراخ في الصلصة دي وأول ما تبتدي في الغليان مرة تانية بنضيف عليها كباية من الزبادي كمية الزبادي حوالي ميت جرام يعني الكباية الصغيرة أو أربع معالق كبار من الزبادي ونقلب برضو الزبادي مع الفراخ كويس جدا بعد كده نغطي الحلة ونسيب الفراخ تستوي لمدة ربع ساعة وبعد ربع ساعة هتكون الفراخ استوي تمص سوا هنضيف عليها البطاطس اللي شوحناها ونقلب برضو البطاطس مع الفراخ بعد كده نزود عليها مية مغلية حوالي أربع كبات من المية أو لتر من المية المغلية وما ننساش نضيف الملح أنا طبعا لسا ما اضفتش الملح خالص بضيفه في الآخر وطبعا الملح بيكون حسب الرغبة بنضيف الأول معلقة صغيرة من الملح بعد كده بنشوف الفراخ إذا كان الملح بتاحها مظبوط ولا لا لو احتاجت ملح بنضيف لها ولو ما احتاجتش خلاص بعد كده بنغطي الحلة مرة تانية ونسيبها تستوي لمدة نص ساعة وطبعا وقت السوا بيكون حسب حجم الفراخ وعشان كده قطعنا البطاطس حجمها كبير عشان ما تتهريش وده شكل الفراخ بعد ما استوت وقبل ما نشيلها من على النار على طول بنضيف لها كسبرة خضرة بعد كده نغرفها في طبق التقديم على طول وهي سخنة عايزاكوا بس تشوفوا شكلها عامل ازاي طعمها الجميل باين من شكلها أكلة جميلة جدا ولذيذة طعم مختلف للدجاج تماما وتعتبر من الأكلات الهندية الأوليلة قوي اللي الهنود ما بيستخدموش فيها الشطة طبعا الأكلة دي بتتاكل مع الرز البسمتي ممكن يتعامل أبيض وممكن كمان يتعامل بكركم وممكن كمان تتقدم مع الأرز المصري العادي بيكون برضو طعمهم حلو جدا مع بعض ممكن كمان عند التقديم نرش عليها من فوق شوية كسبرة خضرة بتخلي رحتها حلوة جدا وطعمها مميز وخطير الوصفة دي تنفع طبعا كافطار في رمضان كل عام وأنتم بخير وكمان تنفع كغد عادي طعمها حلو جدا ومختلف أتمنى وصفتي النهاردة تعجبكم وتجربوها وبالهنة والشفى مقدما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر